الفشل المتوقع في جلسة اختيار رئيس البرلمان ربما سيكون باهتا في مسرح العملية السياسية لولا هذا الشجار وتبادل اللكمات والسباب بين من يدعون تمثيل الشعب ايراك لم يكن من اجل قضية المعتقلين والمخفيين قسريا والمقابر الجماعية والمهجرين والنازحين والمشردين ودمار المنازل بين من نصب انفسهم لتمثيل المحافظات المنكوبة ضمن مهزلة التمثيل السياسي الطائفي ايراك تصدق عليه شهادة حليفة العملية السياسية جينين بلاسغارت في نهاية مهمتها عندما قالت اعتقد ان الوقت قد حان للحكم على البلاد بناء على التقدم المحرز وطي صفحة الصور المظلمة لماضي العراق وبما ان الحديث عن رئاسة البرلمان الذي هو من حصة السنة بحسب مصطلحات المخاصصة الطائفية فلابد من التعريج على ما يمثله المرشحون لهذا المنصب وما هي اكبر همومهم يجيب عن هذا السؤال مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة البرلمان محمود المشهداني جاي انا دعا انتقم جاينا وانتقم ابن دولة لو اريد بسكت بالآخر انتهجروا العلماء انكتلوا الطيارين انهارت القوى الامنية وانحنا كيفنا دين جينا للسلطة وعن الدور الشكلي لمن هم خارج اطار الاحزاب النافذة يصرحوا بهاء الاعرج مستخدما صيغة نحن وبيدنا القرار السياسي اما الاخرون فليس لهم الا الشكل من المنصب دون فاعليته احنا الاغلبية فيجب ان نقوم بكل الرئاسات ثلاثة لكن لماذا كل هذا الصراع على منصب رئيس البرلمان طالما انه منصب بلا سلطة حقيقية السر كما يقول مراقبون يكمن في الاموال التي يدرها كرسي رئاسة البرلمان حيث يدخل الرئيس في سوق المساومات والمقايضات السياسية لكسب الهبات والعطايا والاذونات عند تمرير كل قانون او عرقلة اخر وفقا لرغبة الاحزاب النافذة صلاحيات شكلية لمن يتولى المواقع الحساسة في البرلمان ولسيما الرئاسة اثبتتها الوقائع والتجارب على مدى 20 عاما حتى تحول منهم خارج دائرة الاحزاب النافذة الى شهود زور او شهود صمت وعجز امام ما يجري من تطهير طائفي وتغيير لديمغرافية العراق خدمة للمشروع الايراني الطائفي اشتركوا في القناة